موسيقى مساء الخير المشهد السياسي والنسائي اليوم هو من تونس هو مع كلثوم كنو أهلا وسهلا كلثوم كنو هي قاضية تونسية خاضت الانتخابات الرئاسية كأول امرأة تترشح في تاريخ تونس في دورة العام 2014 عرفت بنضالها لاستقلال القضاء في تونس في حقبة بن علي انتخبت عام 2005 رئيسة أو أمينة عامة لجمعية القضاة المستقلين انتخبت رئيسة جمعية القضاة التونسيين ذاتها أيضا من 2011 إلى 2013 هي أيضا عضو في جمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية وهي أيضا مفوضة في اللجنة العليا للحقوقيين في العالم ورئيسة المكتب في تونس متزوجة وأم لثلاثة أبناء أهلا وسهلا أهلا بيك تعا ماذا لكل ثوم صوتك حلو؟ شوي شوي أنا بنغني في آخر المشهد حكاية ورواية ترشحك بالانتخابات الرئاسية هي غريبة ولكن حديثة لأنها من الفيسبوك ومن التواصل الاجتماعي أريد الرواية ما هي؟ صحي أنا معناها العديد استغرب من ترشحي خاصة وأني ما أعلنتش قبل 2014 وأني مستعدة بش نخوض انتخابات رئاسية يمكن كان الناس يعتقدوا أني ممكن كنت نترشح للانتخابات البرلمانية يعني باعتبارية حقوقية ومعناها أتقن على الأقل القانون يعني نعم لكن كانت هناك أسباب يعني دفعتني بصدق إلى الترشح أسباب نجم نذكر الأهم منها الدافع الأول هو يعني فيه نوعا كان فيه موقف استفزني موقف شيخ راشد بن غنوشي رئيس حركة النهضة لما أعلن واقتراح وأنه يكون فيه رئيس توافقي في الفترة هذهك يعني من دون انتخابات إيه هو توافقي يعني يتفق عليه الأحزاب الكل يتفقون على حزاب أنا هذه أول حاجة استفزتني كثير لأنه اعتبرت أن هذا مس بجوهر الديمقراطية مس بحق المواطن التونسي ومعناها في اختيار من يرأسه لأنه رئيس توافق حسب اعتقادي هو رئيس يتوافق عليه الأحزاب ولكن لا يعني أنه السياسيين ولا يتوافق عليه الشعب هذا من جهة ثاني حاجة يعني هذية كانت يعني كانت فيه الاستفزاز الأول ستحث كيف قمت وكيف أعلنت عن ترشحي المسألة الثانية هي اعتبرت أنه لابد من ترشح امرأة معناها أحنا في تونس المرأة عندها مكانة في عديد المواقع يعني في الشغل في الحقوق في الأحوال الشخصية ولكن نحكي على حياة خارج البيت عندها المرأة تواجدت سائقة طائرة قاضية معناها في كل تقريبا الخطط والوظائف لكن لم نرى في السابق امرأة تترشح إلى الرئاسية والحال أنه كان لدينا نساء نساء معناها عندها القدرة على الترشح حتى في السابق لكن القوانين تقريبا في الظاهر لا تمنع ولكن في الحقيقة في الممارسة كان صعب جدا اعتبرت أن المرأة التونسية التي كانت متواجدة في الصف الأمام في فترة الثورة في التحركات في الاحتجاجات كانت المرأة موجودة المرأة التونسية استشهدت يعني عديد من النساء التي استشهدنا في الثورة ريت وأنه كذلك المرأة التونسية لعبت دور كبير في سياقة الدستور وبالتالي مراش علاش وقتها أنه متكونش مرأة مترشحة للرئاسي لأني أعتبر أنه عندنا الكفاءات عديدة هذه يعني كان فيه رسالة وأنه راه تونس قادرة أنها تخوض معركة انتخابية رئاسية وتكون فيها مرأة الرسالة الثالثة والتي أنا أعتبرها هامة جدا في الفترة أحنا صحيح وأنه في تونس فما عديد المكاسب وضيفت إلى المكاسب السابقة للمرأة لكن هذا لا يعني وأنه لا يوجد معناها إمكانية أو طيار يحاول بإرجاع المرأة إلى الوراء يعني أحنا في السنوات الأولى متع الثورة في الأشهر الأولى وحتى في السنة الأولى كنا نستمع إلى خطاب معناها خطاب أنا أعتبره رجعي خطاب يراوى أنه حتى الحلول الاقتصادية والقضاء على البتالة يكون برجوع المرأة إلى البيت رغم تقدم المرأة في القوانين الصادقة في تونس نعم إذن أنا حابيت نعدي رسالة لمن يحمل هذا الفكر وأنه أنتم تريدون أن نعود إلى البيت وأنا سأذهب إلى قصر الرئاسة يعني سأتقدم أكثر يعني كأمرأة ليس ككلثم كأمرأة يعني كان فيه يعني رسالة بس كيف حصلت؟ يقال أنك مرشحة الفيسبوك كيف يعني؟ أي صح هو كيف حصل؟ هو في ليلة 13-7-2014 كنت نزلت أنا أمام مرز النواب كانت فيه وقفة احتجاجية وضد معناها عملية إرهابية استهدفت جنودنا البواس على يرحمهم هبطنا للتنديد بالعملية لما رجعت للبيت افتحت الفيسبوك لقيت المقترح متاع الشيخ راشد رانوشي وكما أسبقه قلت وانه استفزني كثير المقترح هذي لأنه احنا نخدم معناها نشتغل نشتغل حتى تكون المرأة معناها متساوية مع الرجل والناس يعني المواطن يعبر بصفة صريحة على الرأيه نجده مقترحا مغير إذن كتبت أنا على الصفحة متاعي العبارة هذي بالضبط قلت أنا المواطنة التونسية كل ثم كانوا أرفض مقترح الشيخ راشد رانوشي وأعتبر وأن هذا المقترح يمس من جوهر الديمقراطية ومن حق المواطن التونسي في اختيار من يرأسه وبالتالي لو يتم التمسك بهذا المقترح سأعلن كتبت سأعلن ترشحي حتى أمكن المواطن من حق الاختيار بعدين خرجت مشيت للمطبخ خليت معناها نقول لأحنا طيبت قهوة لما رجعت نلقى أم زياد هي مناضلة حقوقية معروفة في تونس بعثتلي يعني في الانبوكس على الرسائل الخاصة على الرسائل الخاصة هي كانت تعتقد وأنه الباج متاعي يعني صفحتي تم قرصنتها لأنه ولا أحد يتصور أنه وحدي يترشحي كتبت لي هل أنك يعني قامت ب نسخ وأرثت قتلي هل أنت التي كتبت هذا رجعت قلت أنا نعم قتلي هل أنك جادة في موقع قلت أنا نعم قتلي أحذف لو ونحن لها لأنني قلت لو قتلي أحذف لو ونحن لها بعدين أنا بقيت معناها حزفتي لو أنا بتركت لي أنه يعني لو في عقليتي أحذف لو لكن بعدين ما قدرتش أنا أنام لأنني بصدق يعني مسألة جات بسرعة وفي الصبح يعني بعد يمكن قرابة أربع ساعات كانت الإعلام الصبح والهاتف ما يرن كل صوم كانوا تترشح لأسر الجمهر لا والناس الكل يطبوا فيها أنا يقول وين هنقولهم ايه بطبيعة سأترشح ووقتها ذكرت وأني ترشحي سيقوم ترشح مواطني ما معنى مواطني يعني أنه قانوننا القانون الانتخابي في تونس حتى يتمكن المترشح من بشكل مستقل بشكل في طريقتين يأما يكون أخذ تسكيات عشرة نواب من المجلس تأسيسي حينها أو أنه يجمع عشر الاف امضاء يعني توقيع من المواطنين من الناخبين المرسمين مش من أي مواطن يجب أن يكون مناخب ومرسم وفهم شروط أخرى وفي مناطق مختلفة يعني مش سهل العملية ليست سهلة ولكن أنا تحدي في البداية قلت هي مسألة أول أول شي سأختبر العقلية التونسي والتونسية هل تقبل عملية التسكية هل تقبل أنه تقبل بترشح امرأة وفي البداية الحقيقة كانت المسألة صعبة شوية لأنه لابد أن نتنقل يعني التنقلي كان يوميا يعني كان يجب أنت تذهب كل سوم كنو إلى المناطق وإلى العاصمة وإلى آخرين وتطلب من الناس شخصيا ولا هناك ناس لا هو شوف كيفاش كانت البداية أنا لما أعلنت قلت سأترشح ومن على الفيسبوك ومن يريد مساندتي كان عدد مهول من الشباب خاصة أقول كان هناك ورجال ونساء ولكن الشباب بصفة تلقائية كانوا بيرسلوا لي من مناطق مختلفة من نحن معك ومعناها أول وسانودك ومحنا بالتونس يقولوا تجم تعمل في جولاتك حتى أسمعك شيء يعني رجل أو امرأة متشددة صالت لك شو أنت يعني امرأة يعني أنا أعرف أنه في بعض الناس يعني كانوا بيقولوا طيب إذا الرجال فشلوا النساء شو حيعملوا هذه كلمة وعبارة نسمعها على الأقل في بلادنا نسمعها صحيح شوف أنا ممكن فما حاجة اللي لعبت لصالح هو وضعك قاضية وكنت معروفة يعني معروفة بنظالاتي السابقة يعني ما كنتش امرأة يعني لم يحدث مواجهة من هذا نوع لا أبدا أنا بش نعطيك في حال حاثين ولكن ليست حاثة معناها معبرة كبيرة معناها في مرة دخلت كان في مقهى في منطقة في الجنوب وأنا لما ندخل نمتسلم يعني أصافح كل في المقهى في واحد أنا مديت له إيدي وهو تراجع أبقيت إيدي ممدودة وغزرت له في عيني قعدت نزول إلى حد أنه هو مدت إيدي فهمت يعنيها هل أياديك هل أعطاك صوته للترشي لم يؤلم وقتها أحنا نحكيه على التسكيات لأنه التسكيات مش أنا في وقتها أهل البيت عرفوا من الفيسبوك أيضا أنت عندك زوج أي صح والأولاد زوجي وأبنائي عنه من الفيسبوك من الفيسبوك كيف عرف زوجي كيف كانت ردة فعبه زوجي مقيم في ليون في فرنسا هو طبيب يعني في الصبح لما معناها علم بالموضوع معناها عن طريق أحد أصدقائه هاتفني وسألني قال لي فعلا أن أنت أرشح لرئاسي أنت معناها أعلنت رشح قتله نعم هل لديك ما نعقل لا بالعكس أساندك وأنا معناها أوجه له تحية كبيرة لأنه ساندني معناها ماديا ومعنويا وبيجهده هو اللي عمل لي الحملة في تقريبا أكبر حملة عملها في فرنسا هو اللي أولادي أولادي تقبلوها تقبلوها بطريقة يعني عادية بس كان ابني صغير كان وقتها عمره 15 سنة أذكر أنه كانت في الفترة في الفترة متع الحملة الانتقابية كان لبانو يعني وين يقع تعليق الصور كان فيه مكان بجانب المعهد وين يدرس قال لي إياك أنك تحط صورتي غادي قلت له ليش وما كان قال لي لأني أعرف أني أصدقائي بشي حطوا لك الشوارب يعني كان فيه قال لي ما لها ضعي صورت كوين بتحبي بس كلسوم أنت حصلت على 1% هي نسبة يعني قليلة جدا لنقول أنه التونسيين ليسوا أيضا مهيئين كالشعوب الأخرى وخاصة العربية ربما أيضا الشعوب الغربية أن تكون هناك امرأة يعني تتبوأ يعني مقعد رئاسة الجمهورية هو صح أنا أنا منقول أنا كنشوف الترتيب متاعي بالنسبة لل احنا كنا 27 مترشح أنا كنت في المرتب 11 أنا كنت في المرتب 11 بنتي كانت تقول لي ماما أنت مرتبتك غير معناها مشرفة لأنك أنت الأولى في العشرة الثانين يعني لأنه نحن 27 لكن لما تشوف يعني كيف كانت الحملة الانتخابية وكيف تم كان في معاملية استقطاب كان هناك عادي المال لعب دوره هذا نأكد لك أنا حملتي كانت حملة مثل ما قالت أم زياد قالت هي حملة نموذجية نظيفة ونموذجية نضالك بالحياة السياسية التونسية بمعنى القضاء والدستور هو يعني نستطيع أن أقول مسيرة طويلة ولكن أريد مشاهد من الدستور الدستور الذي أعطى المساواة بين الرجل والمرأة ماذا حصل يعني ما هي المشاهد كيف كانت المواجهة مع خاصة حركة النهضة شوف هي كانت المعركة الأولى هي كانت المعركة لما كان فيه نقاش بخصوص القانون الانتخابي يعني كانت فيه هيئة تحقيق أهداف الثورة اللي كانت موجودة فيها يعني أحزاب سياسية ونشطاء حقوقيين وفنانين يعني كان فيه مجموعة مختلفة معنى مزيق كاملة كان النقاش في الوقت يعني مسألة التناصف يعني أحنا كان في البداية فكرة هل أنه نقبل بالكوتا أو نقبل وكان كنا أحنا النساء يعني يعني توحدنا يعني كان عددنا مهم في داخل الهيئة إلى جانب طبيعة الحال هناك عديد من الرجال كانوا يساندوا يعني التوجه هذية وفرضنا التناصف تناصف في القائمات الانتخابية بالنسبة للمجلس التأسيسي ونفس الشيء كان كذلك حصل بالنسبة للمجلس يعني للمجلس نواب الشعب يعني المعركة بدت في بداية هيك لكن في 2012 في 2012 كان هناك مد يعني بعض الأطروحات التي تعدد زوجات المرأة معناها إذا كان فيها معناها بطالة لابد أن الرجل يسبق على المرأة يعني فيه كان فيه كلام يخوف وهذا انعكس نسبيا في النقاشات داخل مجلس تأسيسي فيما يتعلق بمسألة المساواة أو التكامل كانت وقتها حركة النهضة في البداية كانت تدافع على الكتلة يعني حركة النهضة داخل كانت تريد تعدد الزوجات وإعطاء فرصة للعمل لا مش هما يعني التعدد الزوجات هذي يعني شعارات في الشارع كانت فيه حتى النساء تنزل إلى الشارع في مسيرات وترفع لافتات من أجل التعدد الزوجات ما كان مش عدد كثير هو محظور في تونس هو محظور للمشاهد هو محظور نعم ولكن بدنا نسمعه كل الزواج العرفي وبداية وجد يعني أصبح فما خطر خطر فما تراجعات ممكن أنها تحصل لكن وقتها أنا نفكر وقتها في شهر ثمانية في يوم اثناش ثمانية الفين واثناش بمناسبة اليوم العيد الوطني المرأة تونسية يعني بمناسبة ذكرى صدور مجلة الحوالي الشخصية نزلنا عداد معناها مهولة من النساء ليس فقط في العاصمة حتى في الجهات وكانوا بطبيعة معنا الرجال اللي يحملوا الفكرة هذية وقلنا ما ناش نرجع لبيوتنا إلا مسألة هذه التكامل لا سبيل إليه لأنه نحن لا نعتبر نفسنا نساء مكملات للرجل نحن متساويات مع رجل هذه الكلمة هي اللي كانت موضع نقاش التكامل بين الرجل والمرأة أم المساواة وانا بش نعتيك حاجة يمكن حتى المشاهد يكون يفهمها بك المسألة هذه يعني تم الخوض فيها بشكل معناها ليس فقط سياسيا وإنه مجتمع كامل ولا يحكي إلى حد أنه شبابنا في تونس لما كان شاب يريد عكس بنت يقولها أنت متساوية أو متكاملة يعني أصبحت المسألة المسألة في الشارع التي مكملة ولا متساوية وهذا أنا نعتبر أنه مهم جدا لأنه هناك فيه نوع من معناها مس وتحريك الوعي إذن المجلس التأسيسي اللي كان أغلبيته معناها نعرف أحنا من حركة النهضة أرغم على أنهم ولو قبلوا مسألة التساوية أن يتساوية أن لا يتكاملوا ولكن أن يتساوية وتم التساوية إذن كانت هذه معركة قوية جدا يعني في معناها كل يقولون أنه نساء تونس هم حمات الثورة أو ثورة اليسامي لنعود أو لنرشع إلى ثورة اليسامي أنت كنت في الشارع أنا أنا شوف أنا في الفترة بحكي لك كيف كان هي التحركات هي بدأت التحركات في 17 12 2010 في سيدي بوزيد وأنا في الفترة ذي كنت أشتغل في مدينة طوزر هي مدينة حدودية مع الجزائر في أقصى كنت قاضية هنا قاضية تحقيق مبعدة مبعدة نعم لماذا لأني كنت أطالب باستقلال القضاء وأدافع عن ذلك إلا أن في فترة بن علي كل من كان يرفع صوته عاليا بطبيعة الحال كانوا يستعملوا العقوبات المقنعة وهي النقل التعصفية فترة ذي أنا كنت نتابع بطبيعة الحال عن طريق الفيسبوك ولكن كنت باتصال مع النشطة في العاصمة وفي سفاقش وفي مدن أخرى وخاصة البلوجور معناها كيمالينا بن مهني وغيرهم وغيرهم كنا بنتحدث بالليل يوميا معناها إلى أنه في يوم عشرة في توزر أولادي نزلوا كان وقتها تحرق في توزر لأنه توزر من المدن اللي تحركت معناها متأخرة بالنسبة الباقية الجيد أولادي كانوا في الصف الأول يعني عاد أنا أفكر أنه ابني كنت نادي وقلوا شو دخلك أنت شو دخلك يقول إيه إحنا مبعدين إحنا مبعدين وقلوا ليه وما قاموا لي مش لأنهم أبعدوا وما قاموا لي من أجل الشغل يعني كنت بتحاور الشعارات يعني الشعارات إلى حد يوم 13 بالليل يعني بالليل يعني بالليل معناها هنا يقولوا موداردن معناها جاتنا كلمة السر كبير أنه هيكون في تحرك كبير في العاصر كلمة السر من أين أتت والله فيسبوك يعني اللي كنا بكرة نصبح في الساعة التاسعة في شرعة لحبيب بوركيبة يعني كان تقرأ غدوة شرعة لحبيب بوركيبة أنا كنت معناها أكثر من 500 كيلومتر يعني على العاصمة وكانت يومها في الليلة كانت فيها معناها تحجير التنقل معناها ستيلوك وفر فوع والفريود هذه أنا قررت أني بش ننزل للعاصمة معناها وضعت حقيبتين في السيارة ومعناها وطلبت من ولادي الزوز الأثنين أنهم ينهضوا واخذيت الطريق الطريق كان وعر جدا لأنه كانت فيها يعني فيه نار تشعل فيه بعدة ما كان أماكن وتوقفت يعني يوقفوني في أدت نقاط من كان يوقف الصور أم البوليس صور أنا خفت الحقيقة لأن نحيت أول حاجة نحيت السيجل القضاء يعني لك علاقة بالحكومة خطر هما وقت بالنسبة لهم واخفيت بطاق تعريفي ولما كنت يوقفوني يقولهم يقولهم راني أنا معكم راهوا أنا أنا أولادي راهوا يعني كانت صعبة الحقيقة صعبة مغامرة صعبة يعني فيها فيها شوية تهور من جانبي لأن كانوا أبنائي نايمين في السيارة وصلت لتونس في حدود الساعة التاسعة والربع تقريبا فوق الجسر المقابل لقبالة وزارة بعدين اتركت سيارتي ونزلت أنا وأولادي على ساحة بوركورة على ساحة لما وصلت تقريبا كنت أول قاضية اللي نزلت كانوا فيه عدد كبير من محامين أخذوا أبني ووضعوها وكانت شعرات القضاء مستقل ونريد يعني كانت فيها يومها كان يوم مشهود يعني ويوم خروج بن علي يومها في يومها خروج وفيه كنتوا منتظرين ذلك أنا بصدق كنت ما كنتش نتصور أنا بشي غادر تونس لكن بالنسبة لي أنا انتهى يعني بن علي انتهى سياسيا انتهى لكن ممكن كنت نتصور أنه قدم استقالته ولكن أنه يهرب من القصر لا بصدق لا هذيك كيفاش كانت عندما كنت تناضلين من أجل استقلال القضاء في عهد بن علي ماذا كان يحصل شوف هي لما كنا نطالب توفير ضمانات استقلال القضاء في الفترة هذيك أنا كانت كانوا شيئين قمت بهم واللي أثاروا حفيظة النظام وبن علي وكل بله شأن بالقضاء هو أني تعنت في انتخابات مثل على القضاء اللي هو يترأسها رئيس الجمهورية معناها قلت قدمت قضية أمام المحكمة الإدارية في إبطال الانتخابات وكان ذلك في 2005 في شهر 6 2005 وفي نفس الوقت كنا نطالب بتحسين القانون الأساسي للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء لأنه كنا نعتبر أن القضاء مهيما عليه من السلطة السياسية ويوجهه ضد خصومه يستعمل القضاء أنا كديم أقول كان القضاء يلعب دور العصاء الضاربة التي هي في يد السلطة تضرب بها منتج يعني البوليس يمسك ونحن نضع ناس للسجن ليس كل القضاء أقول لأنه هذا لا يعني أن كل القضاء كانوا يلعبون دور هذي ولكن النظام كان يستعمل بعض القضاء والأعدد من القضاء اللي موالين لي أو لأنهم هما فاسدين ولكن يستعملهم في الأوقات التي يحتاجها في الفترة كانت ردت الفعل قوية جدا ردت الفعل قوية جدا معناها كانت الغاية هو ضرب جمعية القضاء التلسيين ضرب جمعية القضاء لأنها كانت الصوت الذي من خلال القضاء يدافعوا على استقلاليتهم اليسار وأنه في 2005 في حركة القضاء تم تشتيت المكتب التنفيذي تقريبا وأعضاء الهيئة الإدارية أحنا نقول معناها الكونسياد ديمستراتي في متعنا أغلبنا معناها خرجونا من العاصمة يعني وشتتوكم شلم لأن القانون الأساسي للجمعية ما يسمحش للقضاء الي خارج تونس الكبرى يكونوا أعضاء المكتب هذا من جهة إضافة إلى انقلاب قاموا به عن تأريق بعض القضاء في المشكل وأنه لم يكن فقط الإبعاد ولكن نظام ضرب بالصفة قوية النساء القضيات يعني العقوبات كانت أكثر مصلتة على لأنه يكون فيه رسالة أقوى يعني يعني القاضي لما يشوف يعني يراوى أنه زميلته يقول أنا شي حصل لي أكثر يعني فهمت يعني يعني عرفت أحنا يعني أحب يعدي مساج نساء ونعاقبوهم رغم نقيل أنه بن عادي حاول احتواء كل مجالس النساء والنساء والقاضيات صح معينا حاول في حاول فترة في البداية في أول ترشحي لجمعية القضاة طوسين يعني في سنة 2000 أنا كنت تحصلت على أكثر أصوات على القضاة معنا أكثر وإحنا في العادة يعني عنا في العادة في القانون معنا في الانتخابات تعنا اللي يتحصل على أكثر أصوات هو اللي يكون رئيس الجمعية في لما في الليلة نفسها معناها كان رسائل مشفرة ترشحي يعني كوني أنت رئيس الجمعية جمعية ومن من الغد تصل بي الوزير العدل شخصيا أنا ذاك وقالي بالحرف الواحد سيد رئيس الجمهورية معناها يبلغ لك تحياته ويطلب منك لو كان أنت تكون أول وهذا يكون شرف في تونس كل كان ردي واضح هو كان عن طريق الهاتف كنت جاوبت بطريقة واضحة قلت له أنا معناها نقدر معناها تحيات ومعناها ووضع ثيقته فيها ولكن أنا معناها ما اشتغلتش في الجامعية ما كنتش موجودة يعني في هيا كلا ترشحت فزت قلت له أنا ما نجمش نكون في موقع أنا ما خذتوش من قبل فهمت قال لي لا مش صعب كوني رئيسة ونحن نساعدكم كان جوابي أني لن أكون هذا بالحرف الواحد أنا لن أكون في يوم ما صوت الإدارة داخل القضاة وإنما سأكون صوت القضاة داخل الإدارة سهل أنت اتهمت أيضا فيما بعد أشخاص من حركة النهضة أنهم يعني منعوك من الفوز في انتخابات المجلس الأعدل للقضاة هو أنا عندي بعض المشاكل الشخصية مع وزير العدل سابقا لأن نفس الشي لأن لما كنت أنا رئيسة الجمعية القضاة توسين كان يطلب معناها مذبي وأن يعني يخطط وأن الجمعية تكون موالية يعني للسلطة وتذهب في كل توجهاتها فيما يتعلق بالقضاء لا أتحدث عن شيء آخر وكنا مختلفين لأن ما كانت يقترحه كان مخالف للمعايير الدولية لإستقلال القضاوي نحك عن الوزير الذي كان في حكومة حركة النهضة هو نفس يعني هو محامي وله علاقات والفترة هذه لما كان وزيرا للأسف كان هناك عديد من القضاة يصلون ورقه والحالي نعرف ما كانوش يصليوا في السابق ومعناها المسايرة صار في تهديد مسايرة كبيرة أنا بعرف بحادثة وحدة عندما وصلت لك رسالة تهديد هي فيها أيات قرآنية وفيها معناها كيف وصلت لك الرسالة وجدتها في مكتبي في مكتبي في محكمة التعقيب لما كنت دخلت المكتب وجدت رسالة أخذتها كنت أعتقد أنها رسالة عادية ساعات تكون فيها بعض الأحيان تكون فيها رسالة من شخص في عيد وفتحت أبا من زميلاتي معناها كانت نقرأ وجدناها شي غريب سيقطعون رأسك عن جسد إن وصلت معناها في مشوار الدفاع عن استقلال القضاء ولكن من أرسل هذه رسالة انتقادية ومحالية وحقوقية الإمضاء بصريح العبارة هو إمضاء معناها مجموعة دينية هكذا الإمضاء ولكن أنا في قرارتي نفسي لا أظن ذلك لأنه سواء أنصار الشريعة أو غيرهم ليسوا لهم مشاكل معي أنا لم أحاكمهم إضافة إلى أن أنصار الشريعة لا يؤمنون بالقضاء بقضاء هنا نحن خاصة مرأة ولكن في الرسالة طلب مني رفع يدي عن القضاء يعني أنا من خلال قراءتي للرسالة أحسست وأنه الرسالة ليست صادرة عن هكذا يعني صادرة عن أحد الأشخاص أو الجهات الموجودة في الحكم أنا أنا أعتقادي ولكن للأسف أقول أقولها للأسف القضية إلى حد الآن لا أعلم ما حصل فيها لأن لم معناها القاضي استمع إلي وانتهى الأمر ولا أعرف إن حفظت أو وهذا شيء معناها لا يبشر بخير اليوم الحديث أو النقاش في تونس هو محاكمة أركان نظام بالنعم ولنقل السياسيين الحاليين أو المسؤولين يريدون المصالحة وحطين يعني وضعين شروط على المصالحة شروط اقتصادية شروط غير اقتصادية هناك نقاش أنت يعني كما عرفت نزلت إلى التظاهر ضد هذه المصالحة لماذا وماذا يحصل الآن في الشارع أنا شوف أنا لست ضد المصالحة أنا مع المصالحة لأن أحبابنا أم كرهنا لابد أن في يوم أحبابنا أحبابنا أكيد لكن أي مصالحة نريد هل أن نتغافل ونغمض عيوننا على عفلنا عن ماما هذا هذا غير ممكن لماذا لأن المشكلة ليست في الأشخاص في حد ذاتهم وإنما لما نتصالح لابد أن نعرف كيف كانت تتم سواء عمليات النهب وإلا حتى التعليمات التي كانت تصدق وتعطى لابد أن نفهم هو هذا المهم أنا بالنسبة لينا لا يعنيني شخص دخل السجن أو لم يدخل لأن أنا ضد سيفة عامة لست من أنصار السجن يعني سجن الأشخاص لكن اللي يهمني هو كيف كانت تحصل الأمور كيف كانت تزدل تعليمات حتى مثلا في القضاء حتى يقضى على فلان بالطريقة ذاك لأن لما نعرف الأشياء ممكن أن نتصد وإلها وحتى نتجنب تكرارها لكن لما تكون فيه مصالحة يعني إحنا نقول غطة بطة معنا ما غير كشف الحقيقة لهنا هي الخطر أن الإمكانية يمتع العودة مرة أخرى ويرد هذه حاجة الثانية حاجة بالنسبة للمصالحة المصالحة من مع من رأوا المصالحة لابد أن تتم بين الضحية والفاعل يعني ليس بين السياسيين هم يتصالحوا على حساب من هم يقولوا أحنا سنصدر قانون مصالحة هل أن القانون هذية سيقبل به الناس أو أن سيفرض علينا لأن إذا فرد قانون المصالحة على الضحايا فأنها ليست مصالحة يعني الهدف من المصالحة وهي يعني النفوس تصبح ماذا تتوقعين يعني عودة الناس إلى الشارع ماذا تتوقعين في موضوع المصالحة أنا أعتقادي واللي شفته ولمزته وأنا هناك تحرك كبير شبابي معناها تلقائي شباب نزلوا للشارع للقول أحنا ضد هذه المصالحة ولن يمر هذا القانون بالشكل الذي هو عليه يعني ليس ضد المصالحة وكر لست ضد المصالحة ولكن ليست على حساب الضحايا وعلى حساب معناها كشف الحقيقة لابد أن تكون هناك نكشف الحقيقة ولابد من الاعتذار كذلك لأن القانون الذي هو معروف اليوم ستكون هناك لجنة أو هيئة تتم فيها المصالحة أين سيتم الاعتذار في معناها في مكتب مغلق الاعتذار يجب أن يكون علني حتى يشعر من قام بذلك الفعل وأنه فعلا ما قام به عمل غير معناها جيد والبقية تقبل الاعتذار هذا يولي حتى يعني المصالحة والتسامح يكون عادي لكن لما يتم في مكتب مثلا نعم إمتى الانتخابات الرئاسية عندكم في 2019 كل سم كنو ستكون مرشحة والله ما زلت المسألة غير محسومة بالنسبة لأنا فما الامكانية كما كما سبق وانا قلت لو كان تكون فيه مرشحة أخرى عندها كفاءة وعندها القدرة أنا ممكن أدعمها أكثر من أن لكن أتمنى أن يكون عدد النساء المترشحات زادة مهم وليس امرأة واحدة كنت أتمنى حتى في 2014 ألا أكون المرأة الوحيدة يعني حتى القائمة الانتخابية كلها رجال رجال كنت الوحيدة يعني عكل حسن يشجل لك أنك المرأة الأولى التي ترشحت للانتخابات في تونس فتحت هذا الباب شكرا لوجودك معنا شكرا شكرا للمشاهدين لوفاء وإلى لقاء سوى المقبض